السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكرة. وعندنا ان شاء الله موضيع كتيرة اه جدا هنتكلم فيها النهاردة بازن الله. ده طبعا كمان غير اه مباراة الوداد وبيترو اتلاتيكو اللي هنضطيها النهاردة. وهنتكلم عنها بعد ما تنتهي ان شاء الله. عشان نعرف مين المتاهل نهائي دوري ابطال افريقيا. اول يعني فريق. ونستنى طبعا بكرا مباراة الاهلي ووفاق طيف الجزائري. وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خناءة لعيب الزمالك مع فريرة. خالد الغندور بيقول ان الاهلي لا يريد العدل. وهحكي لك الموضوع بالتفصيل. وشادي عيسى يهدد كهربا وازخر منها. يعني اول موضوع بتاع لعيب اتنالي الزمالك. ده موضوع يا جماعة جميل وطويل شوية. بس استحملوني يعني فيه. اول حاجة استأذنك لو انت مشترك معنا في القناة تفضل اشترك شان تعرف كل اول بول. وبنسوش يا جماعة اعملوا لايك بازن الله. طبعا لما جينا دي الزمالك كان فيه معارضين كتير وكان فيه ناس يعني آآ مواليين ومناصرين والناس عايزة. يمكن انا كنت من اوائل المعارضين على آآ ان فريرة ييجي الزمالك. واوائل المعارضين على ان كارتيرون ييجي الزمالك. وعلى ان باتشيكو ييجي الزمالك. ويمكن هتيجي ناس تقول لي طب ما كارتيرون خد بطولات مع الزمالك. وخدت دوري الموسم اللي فات ومش عارف بيعمل منظومة ايه وباتشيكو بيعمل ايه? بصوا جماعة انا ما بحبش آآ عدم وجود مبادئ. يعني انا آآ رقم واحد عندي المبادئ والاصول. هل الاصول بتقول ان انا لما مدير فني يسيبني ويهرب? ارجع اجيبه تاني? هو الاصول عامة بتقول ان لما حد في حياتك يسيبك ويستغنى عنك ويهرب. بترجع انت تجيبه تاني? اكيد لا. اه ممكن ايه? يعني يعني لو نكلم على سبيل الحياة واحد مسلا ايه? يحصل مشكلة بينك وتتخنقوا وترجعوا وتتصلحوا. اه انت بقى وصاحبك انت وخطبتك انت ومرارتك تشعرف ايه مشكلة انت واي حد في الدنيا بتحصل مشكلة وتخنقوا وترجعوا وتصلحوا ومشكلة وترجعوا وتصلحوا. لكن الاستغناء بمعنى ايه? ان مسلا اه انت تكون خاطب مسلا واحدة فتسيبه بعض فتروح هي تتجوز. ده استغناء. بغض النظر مين غلطان بكامل ان خلاص تم هي استغنت عنك فمشيت. ما تجيش بقى دي نتلف ودورت روح انت ايه? انت واحد صاحبك مسلا كنت في موقف صعب جدا وبتعمل عملية ولا حاجة وكلمته وتأكدت ان هو عارف وقلتوا انا محتاجك استغنى عنك وسابك وراح اه نفض لك خالص. بس تتأكد ان هو عارف. مع رشي بدخلكم مع بعض التفاصيل في ناس تقعد تقول لي تريد بدخلنا بعض التفاصيل وليه مش عارف بتعمل ليه وبتقول لي انا يا جماعة بقول انت اخواتي قاعدين مع بعض على الاهوة. فما بخشش في قصة ان انا راجل طالع بقول اخبار بس انت اخواتي صحاب الكورة دول اخواتي وحبيبي. بتعلم معكم من هذا المنطلق. اه المهم يعني فكرترون لما اه مشي. وبتشيكوا لما مشي فرير لما مشي ناس كانت معارضة ومختلفة جزء كبير ممكن انا بقول لك كنت منهم وما زلت معارض لغاية دلوقتي بحيبوش حد يهرب رجعه تاني. بعد بفرير رجيه طبعا الادارة دي الصراحة كتير جدا ففرض سيطرته اه على الفريق وبدأ يكون مجموعة من اللاعبين اللي ملهمش بديل بالنسبة له وبنسبة كبيرة هيعتمد عليهم والباقيين هيركانه. فبدأ اه بعض لعاب الزمالك يتضايقوا امثال مثلا محمد عبدالغني مش فاهم اللي بيحصل امثال عواد هو اللي بيجرى تفهمين يا جماعة قصة في لعابة كده اللي هو رزق سي هو فيه ايه فبدأ اللعابة دي زي يجمعوا نفسهم وراحوا عايزين يشوفوا ايه الوضع راحوا الفريرة اه يا عم الحاج اه عايزين نلعب مش عايزين نلعب ومتلعبناش ليه ومش عارف يهو بتاع فطبعا فريرة اه شخصيته قوية جدا فزي ما تقول ايه كده ادهم مش. فطبعا اللعابة مستائقة وغطبانة جدا جدا جدا. عارف اللي هو طب يا عم رد عنها ازي بنكلمك قلنا هنلعب امتى? طب ايه اللعب فينا? طب انت شايف الناس اللي بتلعب بيه احسن مننا في ايه? طب هم بيعملوا ازينا عندنا عشان نعملوا عشان نخش. ما ده مش عقد نافع. وخلاص اللعابة يعني دول اه جابوا اخرهم. انا بس ما قلتلكش كل اللعابة. انا قلتلك بعضهم اللهم ابرزهم. محمد عبدالغاني ومحمد عواد وهكزا. ويبدأوا خلاص يطلوبوا من الادارة طب خلاص مش عايزين نمشونا. يعني الراجل مش هلعبنا مشيني. انا ما بلمسهاش انا ما بشمهاش كل نادرا. انا هنسك كورة فهم اللي هو? اه ففريرا لا انت ازاي تجي تكلمني انت لعب يوم ما قولك لعب تلعب ملعبتش تقعد على الدكة ساكت استبعدتك مقايبة خلاص بفتحش بقك وهكزا. فده مش مش منطق في النقاش او مش منطق في الحديث. وان احنا نوصل اللعب احنا استبعدهم تماما كده يا جماعة دي حاجة سيئة جدا. مطلوب في كل الفرق. اه اكيد مش كل المباراة. ولكن يعني ديهم فرصة. خليبها يا جماعة. مش معنا ان اللعب في التدريب بتاع الفريق او التمرين هو حلو جدا ان ينزل في المطش يقدي. ممكن يكون في التدريب مش احسن حاجة وينزل في المطش يقدي. والعكس صحيح. ممكن يكون اللعب فت اه في التمرين ومنزلش يقدي ولعب وحش في التمرين وينزل يقدي. المطشات او الاحتكاكات الرسمية بتبقى غير تماما. تماما. مش معنا كان بقول لك لعب ما بيجيش تميله ما ملعبش خرص تلعب. بقول لا اه في بعض الفرق بره بتعمل كده. سبقولش كده. ولكن بقول ان لازم ادي لعب فرصة في مطش. واعتقد ان محمد عبدالغاني اكيد يستهل ياخد فرصة في رزالي السي برضو اكيد يستهل ياخد فرصة. وعواد اكيد يستهل ياخد فرصة وانتو شايفين مستويات الدفاع عند الزمالك وحرصة المرمى عاملة ازاي والونجات يعني. فالموضوع بصراحة كان آآ غريب وكان يعني انا شايفه في في ظلم لي آآ لعيبة الزمالك. وبالذات عواد وآآ رزق سيسي ومحمد عبدالغاني وهكذا يعني. ندخل بقى في موضوع خلد الغندور. خلد الغندور بقاله كم يوم كده شغل نفسه قوي بموضوع الاهلي والوداد ولقاء النهائي والكاف ومش الكاف ومركز قوي مع الموضوع. ولكن يمكن مؤخرا شوفنا كابتن خلد الغندور بيتكلم عن الاهلي او بيكلم في الموضوع ده بصورة زي ما زي ما تقوله ايه اللي هو غير مباشرة. خلالها بيتكلم بصورة مباشرة بيتكلم بمنتهى الادب والاحترام. علشان خاطر طبعا انتو عارفين آآ القصة الاخيرة بتاعة النادي الاهلي اللي عملها معايا من ساعتها خلد الغندور يعني ما بيحاول بنسبة كبيرة مش هقول مية في المية لا يحيد عن الهدوء وعدم الاستفزاز لجمهار الاهلي وهكذا. ولكن طبعا بيحط بعض الجمل او السم في العسل. فراح مؤخرا بيتكلم مكاتب بوست بقول ان ازاي الاهلي يعني اتحاد الكورة بيطلبوا بالعدل والمساواة وتكافؤ الفرص وهم رايحين للاتحاد الافريقي يقولولو احنا عايزين نقيم النهاء في مصر. ازاي يعني يبقى كده الاهلي معلش يعني قال لك انت يا جماعة نحكم عقلين. انت كده بتنسف كل مبادئ العدل وتكافؤ الفرص. طب يعني انا عايز ارد على كابتن خالد ان انظور رد بسيط يعني. دلوقتي هل الاهلي عمل كده علشان هو فعلا عايز ان هاي يقام في مصر? طبعا لا. هو الاهلي مش عارف ان استحالا ان هاي يقام في مصر دلوقتي وانت بتقدم دلوقتي بعد بعد ما التقديم راح. انا كده عارف. ولكن يا كابتن خالد دي لعبة كورة ولعبة زكاء من ادارة الاهلي. الاهلي لما يعمل كده يضغط على تكاف والاتحاد الافريقي. ان شمعنا انا ما تقيمش البطولة عندي. في قبل الاتحاد الافريقي يحصلوا هو مش فهم اللي بيحصل في ايه يعني طب انا لو رفضت طب انا هرفض طب انا هعمل طب انا هسوي فيبدأ دي تمثل ورقة ضغط على الاتحاد الافريقي عشان تخليه يخضع لمطالب النادي الاهلي او الاتحاد المصري ازا قدر ان هو يخضع او ازا رضي ان هو يخضع ويكون خايف يظلم الاهلي مقلق في مشكلة وهي احد ورقات الضغط يعني مش اكيد بيه اهلي مش في دماغه ان لا يا الله تعالى عندنا مصر مش كده اجد يعني الموضوع مش بيقصب بهذه السهولة لا خالص يعني اكيد الاهلي مش هدفوا ان يعني انا اسف انا اسف اكيد هم مش بقدارة الاهلي سزك يعني مثلا عشان يعملوا حاجة زي كده وعايزين ان المطش يبقى في مصر هم اسكى من كده بكتير وانا حتى يمكن اشت بموقف كابتا محمود الخطيف في ادارة اه ملف هذه الازمة اه والتصعيد اللي عملوا فا اه اللي بقوله يعني اه الاهلي بيمثل ورقة ضغط بهذه المطالب او طلب ان هو يقوم في مصر النهائي فقط لغير ويعني نتمنى ان يحل اه او يتم حل هذه المشكلة ولكن اعتقد المشكلة مش هتتحل واعتقد ان اتحاد الافريقي بيدبر يعني اه مش عارف عشان اقول مكيدة للنادي الاهلي واعتقد اتحاد الافريقي اه مش حابب ان الاهلي يمثل او او يعمل الانجاز ده وياخد تلاتة دوري ابطال افريقيا وربعض هنشوف اللي جاي بازن الله شادي عيسى يوهد كغربا ويزخر منه ظهر الاعلامي شادي عيسى في احد اه يعني اه حلقاته على قناته اه او على صفحته على الفيسبوك وبتكلمه مش عارفه وزكره اذكر موضوع كهربا فبدأ يقول لك اهربا اه الشو ومش الشو ونيني نيني 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 ومش عارف ايه والحاجات دي نفعتك في الاخر لما نفعتكش يا نيني 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 وهنبكى ومش عارف ايه وبتاع وكلام من ده. اه وفي الاخر هتدفع الفلوس اللي عليك هتغصب عنك هتتفحها حتى لو قعد في بيت هتفحها يعني هتتفحها وهتشوف ومش هتشوفه. فانا انا بصوا يا جماعة دايما والله بقول لكم عندي مشكلة مع الاعلاميين مع الاعلاميين اللي بيبقوا عايزين يلموا مشاهدات او اه يدخلوا فبيبدأوا ينسوا المهنية في الاعلام. انت كراجل اعلامي محايد. هديجي تقول لي لا انا مش اعلامي محايد. انا اعلامي زمالكاوي وفي قناتنا دي الزمالك. هقول لك ما فيش اي مشكلة طبعا. يبقى مش هينفع تبقى محايد ولازم تبقى يعني اه بتتكلم عن فريقك دايما وتخص اخبار فريقك. ولكن من مهنية الاعلام ان انت لما تتكلم عن النادي المنافس او عن الخصم او عن لاعب يخص النادي المنافس انك تتكلم او عن اي لعب اخر تتكلم بمنتهى الاحترام منتهى الادب منتهى الرقي ويعني ده في الاخر شخص او بني ادم ملكش حق ان انت تتريق عليه وتقول له يا تاعد تعملي كده ويني 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 ومش عارفه بتاعه وهتدفع انا هتدفع وهتشوف وحتى رعاة ببيتك وهتدفع. هو ما انا اسف يعني. هو حضرتك هتاخد منه فلوس? لأ. انت هتحصلها? لأ. انت ترفع القضية? لأ. خلاص. ممكن تقول ايه كهربا حصل يا جماعة مشكلة يعني الخبر ممكن تنقله بصورة افضل. كهربا يا جماعة حصل مشكلة معاه وهو هيدفع الفلوس والمفروض ان حتى لو تم اخذ القرار باعتزل كرة القدم برضو هيقدر يدفع الفلوس او لازم يدفع الفلوس اللي علينا دي خلاص قضية يا جماعة. شو زي بقول له نفعي وما نفعوش وراح وهنبك ونيني ومش نيني ودوري وكاس وصور. انت اعلامي مش يوتيوبر. يعني يعني يمكن اليوتيوبر ليه حرية شوية في حاجة زي كده لان راجل بتكلم برحتي بما يوم ليه علي بقى ضميري وتربيتي ودنيتي كل واحد ليه دماغ. لكن انت اعلامي وبتصار على الشاشات او على الراديو زي راديو انس بورت افهم اللي بتصار عليه وقناة زمالك. لا ما ينفعش. ما ينفعش خالص. انت تكون غير محايت في قناة زمالك او يعني تكلم عن فريقك بس مش تهاجم المنافس. ولو هجمت المنافس هجم ومنتهى الرقية. لكن فوق انس بورت افهم ما ينفعش تبقى منصر لزمالك فقط. هزم تبقى محايت. يا جماعة الموضوع والله يعني ايه? انا عارف ان انا بدن في مالطة ولكن برضو هفضل على نفس مبدأي وهفضل احاول ان انا اواجه كل اه هذي الظواهر يعني. كان مع اخو في قناة صاحبك ورا شفيني ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم.